ترجمة نانسي قنقر وستحتضن القرية سباق القدرة الدولي لمسافة 120 كم و100 كم والسباقات التأهيلية المحلية لمسافة 120 كم و100 كم و40 كم و80 كم حيث سيتم تتويج الفرسان الفائزين في السباق الدولي المفتوح لمسافة 120 كم ونظم الاتحاد الفحص البيطرية للجياد وعملية ترقيم الجياد إضافة إلى وزن الفرسان المشاركين وأنهى الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة كافة التحضيرات من خلال العمل الدأوب الذي بذلته اللجان في الفترة الماضية حيث وصل الاتحاد إلى كامل الجاهزية لتنظيم ثاني بطولات الموسم والحرص على إخراج سباقات اليوم بأفضل صورة كما سيتم تنظيم مسابقة أفضل حالة جواد لسباق القدرة المحلي لمسافة 120 كم برعاية سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة قائد فريق الفرسان وتأتي الجائزة في إطار حرص سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة على مواصلة ارتقاء رياضة القدرة البحرينية والتي شهدت ازدهارا ونموا في الفترة الماضية بعد سلسلة من الإنجازات الخارجية